هذا هو وقتك الحبابي اليوم جدتكم فيديو جديد مهم كثير خاصة في فصل الصيف لأصحاب السيارات وهو نقص ميت المحرك وارتفاع حرارة السيارة وهي الى اسباب كثيرة بعوامل حين نحكي عنها إن شاء الله هنا هي قدامنا هلبة ميت والسيارة سيئات أودي فوكسفاكن ميزة العلبة هي الى حساس لما الميت نقص تضوي عندها إشارة على التابلو هي ميزة حلبة كثيرة وما موجودة في كل السيارات وهو نحن نحط للمفتاح هالجلدة تبعد ضغط المي لما تنضرب استيابة كب مي بدون ما تحسوا أن تحريبها في سيد الداخلي وهو نحن نحط للمفتاح هون محل صباب الضغط لما الضغط المي مزيد تلقائيا بيهرب تحريب المي بيكون أحيانا متجلدة أو أحيانا بيكون في شرخ في داخل تبوية المي هلو نحن نحط بالسهم في شرخ هذا الشرخ إذا كان موجود فبيخلي المي يتحرب كيف يشرفوا ان تحريب سالم الضغط المي وباركة هذة كيف يشرخ بالحافة لتبعيته فتلقائيا بيكون تحريب المي ومتحسون حتى لم أكن ميزة هربت من اطلع السيارة ما لستكب من هنا ومن يبعجد الداخلي هدا المي ستتقلع ومتع أسفل السيارة للاستتشفوه خاصة سياب تكب أسنان تكون سيارة حامية وهي عنا نوع تاني من السيارات وهو البيجو او الفورد هدا هون محل دبويت المي شايفين شباب هون محل الغطة هاد الغطة الو عجنب الداير الاسود الجلدة ومن نص محل السقب النصطيني محل الصباب هاد اما بيكون في مش خلاة المحرك او الجلدة بيكون مضوب او صباب بيكون مضوب تلقائية بكب المي او عصط هاد لبويت المي طائب بيبيع اصفار او لون ازرع حسب لون سائل التبريد عنكن مثل هذه السيارة اما محل المحل 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 مفكينا للغطة اذا استفقى ان نسخة تغريب ماي كببها حسب الوكسفاغن على الان اشترستي امام جلدة التاخلية هذه هذه المحلصة او طباب من نصف اذا اضرب فيكب الميترقى من الجهة التي قمت بيباب راح تشوفوه. لكن راح تشوفوه اسار مي برا. لان ما حكم مي غير لما تكون تم يششين السيارة حامية فما راح تشوفوه. لكن راح تلاحظوا نقص في ميت السيارة. بعض السيارات اللي بيجو ازا شايفين انتم كون هون شباب. والسيارات اه الجولف الفوكس فاغن يعني. ما حلما اقشرنا بالسهم. هي سيارة اودي. شايفين اه حلع بعشر بالسهم. يعني هادك السيارة والسيارة هي الجولف والفواوي بشكل عام. والرينو والفئات لما بدنا نفحص مروحة السيارة شغالة او عاطلة. وزا السيارة ما كان فيها مكيف. تبعوا عليه شباب. هاي الفيش بجرد ما تسحبوها. ويستيارة دايرة لقائية مروحها راح تشتغل معنا. اخواني هي رسم بياني للنظام التبريد في كل محركات السيارات. اللي تضطرت بالمي. هاي الرداتير الامامي عجهة اليسار. وعجهة اليمين الرداتير تبع مكيف في السيارة. ولا هاد البوخ خواة السخنة. صوفاني نسميه احنا. شايفين نشتون قلو مروحة صغيرة. هاي بشانة بوخ خواة عند حجهة السيارة. يعني هوا على البلور. على المنافذ امامية. على الاجرين. تتسخين. هون هالله عنا عتفرجينا حركة آآ خلاطيب المي. ومعنية عنا هون بالصورة الصباب الحرارة. وجنبه حساس حرارة اللي بتحسس حرارة المي. هون هالله راح تصير شكل شفاف. شعنا نشوف حركة المي داخل المحرك. هون حركة البسطن عم تحرك. هون المي عب تفتل وعا يمين الصورة تحت. رمبت المي عب تدور. عب تدور مع المي عشان حركة. وبين المحرك وبين الصوفاج. شكل ما بدأي لما تكون السيارة بيضة بقول مي هاتف تمشي بين المحرك وبين الصوفاج. لم تطلع عادراتير. هلله هوني؟ بتفتح الصوفاج. آآ هظدي آآ آآ قون بفتح الصباب بعد بتهينا السيارة. غا يقوم بودي المي عالراتير الخارجي. لما تكون مي للحارات بتفتح المروحة. يعني هذي ثفتح الصباب بتشتغل المروحة. Merзд ً بتستغل عند درجة حرارة معين بتشتغل. هونps في سيارات الرينو الفئات الفاوفي الحديث بعد الفين وخمسة لما بشيل فيشته فيشت الصوباب هلت ومتلقائيا تشتغل مروحها هاي في حالة نفحص المروحة إذا كانت شغالية أو عاطلة عشان نتأكد في حالة كانت المروحة غلاتير قدام وما يعلق في مروحة مكيف في بعض السيارات تأتي مروحة مكيف قدام يعني بتأتي بطرفة جهة تانية من المبرد فما نشوف نحن باطل مع السيارات الفرنسية الموتور شغال داير والراداتير اللي استغلت معروحته باعتبار بسطة لرجة المي الحرارة مناسبة في بعض السيارات اللي حساس مي حرارة بنحط على الراداتير في بعض السيارات مالها لعنكم القول في الحديث إلو حساس حرارة بنحط على الراداتير وحساس بنحط هنا محل الصغير بالحرارة في الحساسين في بعضنا قدام لتلات حساسات هاد الحساس وهذا الصوباب شان يفتح الصوفاج يعطيه مي سخنة في بعض انواع سيارات مالها يعني في سيارات إلها صوباب سيارات مالها صوباب لما منذير المفتاح على السخن تلقائيا ببوصل لتكمل الدائرة لجوه وبتدخل المي على الصوفاج لجوه حجرة السائق وشان يعطي لجوه هو السخن أصناء فصل الشتاء يا شباب لو كنت هنا من شرح الفيديو هذا طبع الرسم البياني ننتقل لجو موضوع المهم صوباب الحرارة تبع السيارة لازم ما حدا يلغيه ما بشي يلتقى صوب الحرارة مين ما قلق ما تلد عليه هذا عضو أساسي في السيارة بعدينه ميك الأنواع السيارات فيها حساس بنحط على تبوية المي مثل الفوكسفاغن فيها أنواع مالا فيها أنواع علا فنحن لازم ننتبه حرارة المي في الصيف ما بتظهر غير إذا كان فيه مي يعني السيارة ما فيه مي جوهات المحرك وحميت معكم فما راح يطلع عنكم الحرارة طاول في السيارة راح يتم مؤشر مثل ما هو يعني راح يتمع النص لأنه إذا جوه المحرك لا فيه مي فالحساس ما راح يجي ميت فما راح يعرف إيش طاير جوهات الموتور تنتبهوا على الشغلة هاي الله يرضى عليكم عنكم الفوفي تحديدا فيه إلى حساس جوهات ببوية المي في حال المي نقصت مباشر بيعطيكم رسالة على التابلوب بيقولكم عبوا مي أو المي نقصة بيعطي ضب أحمر بيعطي شرط تسطوب المباي الأنواع أغلبة مالها تنتبهوا يعني عنكم الكوري الفرنسي أغلبه ماله حساس عندها ببوية المي وأغلب السيارات كانت تجينا الموتور مضروب من جوه بسبب انه ما في مي كون خرطوم معطوع يعني انت ماشي بالسيارة وطر الاتير نضرب خرطوم من قطع عطالي سفر انت ما حسير على السيارة والسيارة تحمى وبتكربج وبنكسر موتور وانت ما لخبر لانه المحساس حرارة ما أرى شي وما شاف شي هذا أهم شيء اللي يرضى عليكم والصباب حرارة راح يلغي لكم لانه راح يساوي مشاكل كتير راح يساوي صرفية راح يساوي عطال راح يععمل كتير مشاكل والنهاية يا شباب أحب أشكركم عدعمكم وزا حدا عنده اي سؤال او اي استفساد فضل يحكي معي ويكتب لي اعطالي اوت في الفيديو وزا عندي اي خطأ او اي مشاكل في التقديم يعني تنبهوني عليها يعني أنا بجيد على اليوتيوب ما عندي قوة بالمونتاج وانه أحسن أعرضكم فيديوهات كويسة هذا اللي قدرنا عليه بالتصوير وبالشرح باتمنى تكون فهمتوا علي وفهمتوا لهجتي طريقة كلامي باتمنى تدعو لي بالخير إلي وإلى أهلي والله يوفقنا يوفقكم الصالح الأعمال الله يتقبع مننا وكننا يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته